الأخوة والأخوات أعضاء حزب الوفد سأل خير حكومة الظل الوفدية مصطلح مهم جدا حابب أن ندردش حول هذا المصطلح يمكن البداية كانت مع تصريح الدكتور عبدالسند يماما مؤخرا عن إعادة تشكيل حكومة الظل الوفدية مصطلح حكومة الظل ظهر في أواخر القرن التسع عشر في بريطانيا تحديدا مهد الديمقراطية والسياسة العريق انتقلت التجربة من بريطانيا لبعض الدول زي فرنسا واليابان وإيطاليا كندا وأستراليا وحتى كان فيه مسامة تاني كده لها وهو الحكومة الوفية نظرا لدورها يعني هي حكومة الظل مش حكومة رسمية وملهاش دور فعلي على الأرض ولكن هي بتقدم يعني منظور مختلف لأساسات بتعاون الحكومة في تدارك الأخطاء بتقدم الحلول دورها الحقيقي ومفيش غنى عنها في أي نظام ديمقراطي أو لبرالي وأي دستور ينص على التعددية الحزبية السياسية أكيد ضمنيا بيوافق على إنشاء حكومات الظل ويبقى في بعض الدول بتطلع مخصصات مالية لحكومات الظل عشان تشجع الأحزاب على إنهم يعملوا لحكومات الظل ويبقى فيه زي بنك أفكار حما التعاون بخ agreement في مصر أول حزب أنشأ حكومة ظل أو الممكن الحزب الوحيد الذي أنشأ حكومة الظل في أكinizi Orange ويمكن الحزب الوفدمنسة구 الحزب الوحيد الذي عمل حكومة زل ليس في مصر أكثر فافراحي معالك مصر حزب الوحيد YN الله إضعوا لطلع قيمة إنشاء حكومة للظل ويمكن من نهاية الثن痕 عندما كان يراود زهن والعقل السعيد فؤاد صراج الدين إنشاء الحكومة الظل الى ان تحول الحلم الى حقيقة وبقى بالفعل في حكومة ظل قدمت نمازج مهمة جدا ومشرفة للدولة المصرية يمكن على رأسها الدكتور علي السلم اللي كان رئيس وزراء حكومة الظل بالوفد وتقلد منصب نائب رئيس الوزراء دكتور عسام شرف في فترة من الفترات السيد نوري الفخري عبد النور اللي كان وزيرا للصناعة في حكومة الظل واصبح وزيرا للسياحة ثم وزيرا للصناعة في الحكومة المصرية السيد ايمان فريد الحديد وزير الزراعة في الحكومة المصرية كان برضو نتاج مهم جدا لحكومة الظل بالوفد الكابتن طهر ابوزيد وزير الرياضة كان افراز مهم جدا لحكومة الظل بالوفد اذا الوفد ليه باع وقدم نمازج مهمة جدا جمعت ما بين التخصص الاكاديمي والرؤية السياسية وده امر مهم جدا 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 ليه تحديدا دلوقتي بنتكلم على ضرورة اعادة تشكيل حكومة الظل للوفد لاكتر من سبب اولا الظرف الحالي اللي كلنا بنعيشه مش في مصر بس في العالم كله المشاكل المطلحقة اللي موجودة على مختلف فلاصلات التوقيت ده اللي الدولة فعلا محتاجة فيه ان يتقدم لها حلول ومقترحات ويكون فيه منظور مختلف للسياسات مش هتقدم من اي حد لازم يتقدم من الناس عندها دراسة عندها رؤية سياسية عندها تخصص اكاديمي تقدم حلول محترمة ومدروسة دي نمرة واحد نمرة اثنين فيه امر مهم جدا بقى يخص حزب الوفد تحديدا وهو يعني لا يخفى على احد ان فيه اندخابات رئاسية الفين اربع عشر وجود حكومة زل وفدية قوية هتعدد بشكل كبير جدا موقف ورشح الرئاسة عن حزب الوفد لان وقتها حزب الوفد مش هقدم مجرد مرشح رئاسي ولكن لا هيقدم برنامج ورؤية شاملة متكملة ورشح رئاسي ومعها حكومة معها حلول ومقترحات ودرس الملفات فده هيعدد من موقف مرشح الوفد ده الرئاسة حتى وان لم يقدر له النجاح في الاندخابات الرئاسية فانت قدمت نمازج مهمة جدا وقدمت حلول ومقترحات طيب الاسماء طبعا حزب الوفد مليء بالرموز مليء بالقامات اللي في كل حطة في مصر وفي كل التخصصات لكن لازم يكون فيه اطار يحكم اختيار هذه الاسماء ولا بشوف من وجهة نظر الخاصة ان الاطار اللي هيحكم الاختيار هو اللجان النوعي حزب الوفد يا جماعة بيمتلك حاجة اسمها اللجان النوعية المتخصصة وهي انعكاس للجان النوعية الموجودة في مجلس النواب او مجلس الشيخ محكاية في كل التخصصات المهمة اثقاف وفنون اعلام علاقات خارجية بتضم حاجة اسمها او صفوة ناس اللي لها باعة ولها عندها موهبة وعندها تخصص اكاديمي وعندها رؤية اساسية اعتقد هو ده اللجان النوعية هتبهي الوعاء المناسب اللي هنختار منه قدر كبير جدا ومهم من تشكيل حكومة الزل المفتين يبقى اذا البداية هتكون عند اللجان النوعية وحسن الاختيار وحسن التقدير لانه دي اللي حينبسط منها حكومة الظل الوفدية اللي هتعدد موقف ورشح رئاسة فيما بعد فهي سياسات يعني متربطة مع بعضها اذا انا مش هادر اتكلم في اسماء غير لما نشوفه تشكيل اللجان النوعية لانه هيبقى مهم جدا ومحوري جدا في تحديد هذه الاسماء ولكن برضو عشان يكونوا صادقين في اسماء حتى لو ما كانتش في اللجان النوعية فاعتقد مش هبقى في خلاف على انها تكون متواجدة لحكومة الزل الوفدية اللي ما لها من قدر مقيمة يعني انا متفائل خير ان شاء الله الام القادمة حزب الوفد بيصير بخطة جيدة بتتناسب يعني نوعا ما مع الحدث وان شاء الله للحديث بقية نتكلم بالتبصيل عن الاسماء بس ثور اعلان تشكيل اللجان النوعية خالص تحياتي وتقديري وان شاء الله نلتقي على خير قريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهم اهلا نلتقي على خير قريبا